القوائم؟ نجد القوائم أنت حضرتك اخترت قايمة القايمة دي من تمانية بالظبط طيب هيفوزوا ازاي واني خدت القايمة كلها على بعضها بعبالها كده بالظبط طيب من اللي فاز ومن اللي ما فاز مش هي القايمة كلها بتفوز؟ لا يعني الموظف لسه بني كده؟ لا مش بتفوز لا مش بتفوز خليك معايا هنقول لو لو عشان بصت المعنى لو عدد أصوات الدائرة 800 ألف صوت اللي هو الصحيحة اللي تم شاركه في الانتخابات الدائرة الوحدة دائرة مثل قصر النيل وما حولها عدد من قدله بالأصوات الصحيحة بعد اللي هو غلط واللي سلمني على مش عارف مين وأي عدد لا السليمة الصحيح 800 ألف القايمة فها 8 عظيم القايمة اللي تجيب 100 ألف يطلع منها واحد يعني سيمة 800 ألف على 8 بقايمة الواحد كام؟ 100 ألف 100 ألف صح؟ طيب قايمة جابة 300 ألف أبقى أقول 1 و2 و3 عد واشتب وأقول للتانيين سلاموا عليكم أنتو خلاص روح يعني لازم يبقى 800 ألف اللي تجيب التمانية جابت تاخد 800 ألف أيوة هي معقدة شوية لا ده سهلة جدا خالص على فكرة لا 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 ما تقولش معقدة والله هي معقدة لا 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 دلوقتي أنا دخلت أنا عارف أن مثلا زي ما حكو قلتنا هناخد أصر النيل كمثال أنا عارف أن الفلان القائمة الفلانية فيها فلان وفلان 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 على أد تمانية التمانية دول ما تحطوش عشوائي تماما أه ده أكيد اتحطوا حسب أهميتهم أولوياتهم من حزبهم أو من اقتلافهم من حزبي أوكي صح يعني قالوا التمانية دول التمانية دول أهم واحد فيهم هو رقم واحد يلي في الأهمية اتنية تلات يعني أنا لو أنا نازل الانتخابات وتحبطت رقم سنة أو تمانية يعني أنا داخل كده كمالة عدد بس الأهمية للوجوه بكمل القائمة اللي في الأوائل رأس القائمة هو اللي يتطور في الأمان شوية تماما ده يدمنه برضو يفنم أنه هو يكسب أي و هو مكانته ما هنا بقى الحزب إنه منشحه والقائمة منشحه إنه رقم واحد كويس أنا دخلت في قائمة قلنا هنا من تبنمئة ألف المقعد الواحد عايز مئة ألف طب في قائمة جابت سبعين ألف ما هتخدش حاجة خاص تماما هتخدش حاجة خاص لكن قائمة جابت تلتمئة ألف تاخد ثلاث طب بقيت نبعمئة ألف أربعة قمسمئة ألف خمسة والباقي من القائم التالية على مستوى بقى كل قائمة أنا بعد أنا عندي عشر قائم عشر قائم بعمل حصر القائمة ألف خدت كم قائمة بيخ خدت كم قائمة جيم خدت كم اسمح讚فا نبس دا كده معناي أنه يبقى فيه تمثيل من كل القائمة طبعا طبعا أيوة يعني ممكن القوائم القوائم كلات كل موجودة موجودة ممكن أربعة هما اللي يبقوا موجودين ممكن خمسة يبقوا موجودين ممكن اتنين هم الموجودين حسب الناس ما هتصوقت القيمة يعني انا لو انا لي قيمة بقى انا متحمس لها فانا بقول لناس انتخبوا القيمة دي اتخبوا اجيب اصوات كتيرة قوي تنتخبوا كل ما القيمة خادت تصويت كل ما ضمن ان اكبر عدد من اعضائها بيفوز لو انا احجمت عن القيمة او وزحت على القيمة فانا قوائم كلها باخد اتنين من هنا واثنين من هنا حسب الترتيب حسب ما تاخد القيمة من مجموع الاصوات بيعد منها واحد او اتنين او تلاتة او اربعة او خمسة او ما يعدش حد خالص طيب حدرك شايف ان شاء الله باذن البرلمان اللي جاي هكون بيمثل الشعب المصري جميع اطفال الشعب المصري تحليل سياسي وده بقى مجال حضرتك طيب بص اقول لك حاجة اولا دي تجريبة احنا عندنا لأول مرة موضوع القيمة بشكل ده ايه ايه حكاية القيمة وايه حكاية الفردي انا ما بنزل مرشح فردي بنزل بصفة الشخصية بمعنى بمعنى ايه ما قديته لدائرتي مكنتي السيرة الذاتية اللي انا بقدمها للناس انا مين انا مين انا ليه برنامج كذا ربما في المحافظات مثلا او مثلا في الصعيد اكتر من القبائل انا ابن العيلة الفلانية دايما على سبيل المسال الحزب الوطني ودلوقتي يجب ان احنا ربعها كويسة حكاية الصعيد وفلول وحزب الوطني الحزب الوطني اللي كان بيجرى على عائلات كانوا شطرين اما كانوا بيجروا على شيخ القبيلة او اهم واحد في العيلة يدخلوا الحزب الوطني هم 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 كان النجاح بيتم بناء على علاقة مباشرة بين الناخب والمرشح انا كلا أختار فلان راح أختاره هو ايو شخص كويس انما هنا بقى الأحزاب السياسية اللي بتشغل سياسة المعظمة كانت في القاهرة طبعا وفي المدن الكبرى ما بتنزل الانتخابات متخدش أصوات مرشحينها بينزلوا فردي ما بينجحوش دلوقتي عن طريق القوائم أنا باختار بقى مش المرشح الفرد صحيح أنا بدور على القائمة أسماء حلوة قوي بتعجبني بقول القائمة ده أنا معاه قبل ما باختار الجوة القائمة أنا في قيمة حزب إيه والحزب ده أنا فهمت عنه وعرفت عنه ليه تاريخ ولا ملوشي الناس لها برنامجهم قريب مني ولا مش قريب مني أنا مختلف منها ولا مش مختلف إذن أنا باختار فكر باختار سياسة أما راح اختار قائمة معينة أنا بقول القائمة دي بتضم الحزب الفلاني والحزب الفلاني الأحزاب دي بتقول إيه براميك إذن أنا راح اختار مين القائمة راح اختار فكر بس فينا عندنا سلبية بقى احنا في الفردي كنا بنعاني من ديكتاتورية مين الفلوس البلطاجية العيلة اللي عنده عزوة انا عيلتي عيلة صغيرة وانسان محترم جدا وانسان محترم جدا وانسان محترم جدا وانسان محترم معايا انما واحد وراءة قبيلة كاملة امكانياتها بينجح الان مين الديكتاتور بقى في القايمة الاحزب الحزب ورئيس الحزب ورئيس الحزب يقول انا مثلا انا عند حزب سلاسه هعمل قايمة هاختار قايمة مثلا من تمانية من التمانية اللي انا اختار انا طبعا الهيئة العليا اللي حزب بتختار اذا الهيئة العليا بتختار حسب مكانة الفرد في حزبه وبعدين ترتيب الافراد من رقم واحد من رقم اثنين طبعا رقم واحد ده في حزب ليه مكان يمؤكد نجح يعني الاحزاب اللي هي لها وجود فعلي في الدائرة بتاعتها رقم واحد فيها نستطيع ان نبريك له من الان طب حريكو بتو شايف يعني عشان نقول النظام ده يكون نظام مش هايز اقول ديمقراطي بس هايز اقول ان هو ممكن يكون نظام يضمن نظام محترم اه نظام محترم بس ان هو يضمن تواجد الكل كان لازم يبقى فردي يعني شرح لنا هو عشان يضمن بقى اولا ان انا محرمش يعني فيه مرشحين فيه ناس اشتغلت سياسة ودخلت احزاب واحزاب هترشح حسب شطارتها وما كانت في جوه حزبها والحزب هينجح ولا مش هينجح حسب شعبيته طب المرشح الفردي اللي هم مش فيه اي حزب احرموا ليه هنا جات مسألة الفردي فالقانون خصصت الفردي التلت الزبط وخصفت الاحزاب كل الاحزاب التلتين احنا كمرشحين افراد ماناش علاقة احزاب انا ما دخلتش حزب سياسي ما عنديش مزاجة اخش حزب سياسي باشتغل بصفة شخصية بنزل فردي وانا وشطارت اعمل انا وشطارت عايز اقول حاجة تاني ان في القائمة والدوائر الدارة مثلا ست اقسام الستة بيختاروا القائمة الستة احزاب كلهم اهل الستة دوائر دولت بيختاروا نفس القوائم بس في الفردي خدنا كل تلاتة مع بعض يعني بقى اربعة قلنا اتناشر منهم تمنى القائمة يبقى اربعة الاربعة توزعوا على مجموحتين كل تلاتة دوائر يختاروا اتنين وتلاتة دوائر يختاروا اتنين تمام طيب احيانا في دايرت её بقى معروف مين في دايرت انا انا مثلا رياح دايرت معروف القوائم ايه هي القوائم وفي الفرد هدهون اسماء المرشحين الفرد اللي في الدائرة دي اللي في التى احزاب طيب اخيراً يمكن عن تصويت المصريين في الخارج وهيتم ازاي دمان نجاح دي التجربة بالخارج وهما كمان ازاي هيتم اختيار المرشح يعني اولا كانت جريمة كبيرة جدا واضح قبل كده قبل كده في النظام البائد يعني ما كانش عايزين الناس تنتخي بحد هم كانوا بيختاروا لهم عايزين وكان في دوائر تفتكروا حضراتكم بيمنع الانسان المصري انه يوصل للدائرة كان يبقى القاضي قاعد جوا ومحدش بيخش الدايرة لان امن المركز محوط المدرسة من بره ومنع اي حد يعدي والناس كانت بتموت بضرب برصاص انا مش عادر القادر فيه امثلة واضحة تماما امثلة الناس ماتت وهي جابت سلالم بالفلاحين جابت سلالم خشك وحطوها على صور المدرسة وطلعوا ونطوا نزل جوا عشان يوصلوا للقاضي وانتخبوا وروحوا اختاروا الامر التاني من مصر اللي برا مصر ازاي يومنا ان هو يكون بيشارك في بلده عمرها ما حصلت ابدا ان مواطن مصر عايش برا سواء موظف او شغال بعائد او حتى خد جنسية محتفظ بجنسيته المصرية هو مواطن مصري من حق ان هو يكون شريك احنا بسمحولي نحن الان نؤسس مجتمع المشاركة مجتمع المواطنة مجتمع السيد فيه هو الانسان المصري بنتمنى يا فندم الانسان المصري هنتعب اه معلش بس هو المشور طويلا المشور بيبدأ يعني مش عايز اقول الديمقراطية اللي ملهاش علاقة بالغنى والفقر ابل لا طبعا الهند مش اغنى من المواطن ربما من الهند كهند عندها امكانات ضخمة ولكن الانسان الهندي افقر كتير جدا واقل ثقافة ربما من المواطن المصري ولكن الهند فقاة ديمقراطية عريقة ديمقراطية بجد احنا محتاجين ان احنا نتعلم يعني ايه نكون نختار يعني انا مواطن يعني انا مش امعة انا ما بقاش في بلدي امعة انا ليه كلمة وهنبطل بقى نقول ان حد يحكمن غزب عنين واخن اقسمنا اقسمنا بالله لن يحكمنا الا من نختاره يا رب يا فندم ان شاء الله ان شاء الله نبارك لكم يا رب نبارك لمصر ان شاء الله ان دي طريق ده الخطوة الاولى بنطلب بتسليم السلطة للمدنيين هذه الخطوة الاولى ان بأثر المرحلة الانتقالية وبنق السلطة للمدنيين اللي بيقوله نلغى الانتقال او نأجلها طب نأجلها ما نين بأعزين نعجل بتسلم السلطة من المجلس العسكري ومش عايزة اعمل الانتخابات هسلم السلطة المين بازم اسلم السلطة لناس من انتخابين شرعيا يعني من انتخابين انتخاب ديمقراطي حقيقي صحيح دكتور محمد السعيد دريس خبير بمكس الدراسات السياسية والاستراجية بالاهرام وايضا رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمكس الدراسات السلطة والاستراجية بالاهرام ورئيس وحدة التورة المصرية وده يمكن التايتل او اللقب لحياتك معتز به جدا واضح جدا كلام جميل وكلام معقول واخيرا وليس اخيرا احنا بنتكلم وزي ما كنا اتفقنا في الاعلانية وزي ما اعتقد الناس كتير جدا متفقين ان المشاركة حتى لو كان عندنا تحفظات وحتى لو كان في مشاكل معلش شي بس لازم نبدأ نبدأ وعدين ربنا ان شاء الله حيسهلها عشان اكيد ربنا بس نسهلها انا ريح اشهد اكيد صح وربنا شاهد عليها وشاهدينا حنروح لفاصل يوم تاريخي اول انتخابات مصرية بعد الثورة خليكم معنا